جدال عائلي تطور لمسبحة يوم السبت عندما قام شاب يبلغ 26 عاما في بيومونت تيكساس باطلاق رصاصي على اخوته وقتلهم الشرطة تبحث عن المدعو جورج فريدريك هاوكنز المطورط بمقتل اخوته ديرال وانتوني ورشوان حيث كانوا مجتمعين في بيت الام في الطابق الرابع من المبنى 3700 لا نعرف من الذي دفع بجول اجهر مسدسه لكن الشرطة تقول انه قتل اخوته بوابل من الرصاص الام كانت موجودة لكن لدى بدء اطلاق الرصاص هربت الى بيت احد اقاربها فر جو هاربا بسيارته الفضية وتقول الشرطة انه مسلح وخطير يا الله